اشتركوا في القناة اكدت حكومة الإنقاذي بصنعاء اليوم الأربعاء توصلها إلى اتفاق مع حزب الإصلاح سلطة الأمر الواقع في مارب آخر معاقل القوى الموالية للتحالف كمال اليمن يتزامن ذلك مع عرضها تغاربا مواثلا مع الانتقالي سلطة الأمر الواقع في عدن جنود الفلاد وأفاد حسين العزي نائب وزير خالدية في تغريدة له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بالتواصل إلى مواصفه باتفاق أخوي موضحا بأن الاتفاق ينص على اعتماد مباذرة سنعاء بشأن فتح الطرق وجاءت تغريدة العزي عقب يوم على تفقد مسؤولين من صنعاء على رأسهم محافظة مأرب وآخرين من سلطة الإصلاح بمأرب على رأسهم وكيل محافظة عبدالرب مفتاح بالخط الجديد الذي يربط صنعاء بمأرب عبر البيضاء ويعد الاتفاق بمأرب ضمن سلسلة اتفاقيات بين الطرفين سبق وأن نفذت لتعز وبناء على مبادرة من صنعاء وفي السياق عرض العزي تقاربا مع الانتقالي سلطة الأمر الواقع في عدن جنوبي اليمن وأدى العزي استعداد صنعاء دعم فكرة تزويد كهرباء عدم بحاجتها من نقض مأرب معتبرا ذلك ضمن مساعي دعم صنعاء لكل جهد يشاضرها الانتماء لتراب البلد ولديها من الأخلاق ما يكفي لرأب الصدع وتمثين الجبهة اليمنية في وجه الخضر الخارجي أشكلكم على حسن التابعة والإسقاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة تطعيد جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة